موسيقى سلام من الله عليكم ورحمة وبركاته أهلا وسهلا بحضراتكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي وآي نت الكثير من المنشورات وأيضا التغريدات يعني تحدثت وتناولت الهاشتاغ الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخوثي جماعة إرهابية لتعريف المجتمع الدولي بحقدي وجرمي هذه الميليشيات التي انتهكت كل شيء على أرضنا نتابع الكثير والكثير من هذه المنشورات والتغريدات للكثير من الناشطين والناشطات وكذلك رجال السياسة لكن بعد هذا الفاصل القصير تكرما وليس أمرا ابقوا معنا مرحبا بكم مشاهدين الكرام من جديدة تحدث الكثير من رجال السياسة والناشطين والناشطات حول هاشتاغ الذي انتشر بشكل كبير والذي تصدر موقع تويتر خلال الساعات الماضية انتشر خلال ست ساعات فقط منذ لحظة إطلاقه وتصدر في الموقع تصدر موقع تويتر الكثير من الناشطين يعني غردوا خول هذا الموضوع الكثير من الناشطين أرادوا إيصار رسالة مفادها للمجتمع الدولي أن هذه الميليشيات ميليشيات إجرامية ميليشيات تمارس القتل والخراب والتدمير بحق أبناء الشعب اليمني الشعب اليمني المعزول المكلوم الذي مورست في حقه شتى صنوف العذاب والتنكل على مدى سنوات منذ اقتحام هذه الميليشيات للمدن واحتلالها لمؤسسات الدولة ونهبها لموارد الدولة وكذلك جعل الأطفال وجعل الشباب وقودا لحربها العبثية أيضا تسخير أسلحتها وكذلك جعل الموانئ اليمنية مصدرا ومنفذا لإدخال الأسلحة الإيرانية لاستهداف اليمنيين على وجه الخصوص ودول المنطقة العربية بشكل عام هي ميليشيات إجرامية ينبغي التعامل معها وأيضا يعني ضربها بيد من خديد كونها يعني ميليشيات لا تؤمن إلا بنفسها بمعنى أنها حسب ما تصرح به أنها مرسلة ومنزلة من الله لحكم اليمنيين ولحكم العرب وإن لم يكن بزي ما يقولوا بالرضى فبالصميل هكذا هي الميليشيات وهكذا هي عقليتها فبالتالي أطلق الهاشتاغ وإطلقت الخملة ولاقت رواجا كبيرا الكثير والكثير عبروا حول هذه الميليشيات واصفين الميليشيات بشتى الأوصاف وكذلك الجميع من الناشطين والجميع من الناشطات يعني عبروا عن هذه الجرائم بمنشورات وتغريدات بسيطة هي مناشدة ومنادة من الشيخ عبد الرحمن معزب للحكومة للتصرف الجدي وللظهور أمام الناس بموقف جدي وحازم إذا هذه الحملة التي انتشرت هذه الحملة قادها المواطنون هذه الحملة تحدث عنها الناس الحكومة لا بد لها أن تقف موقف الحازم وموقف القائد في هذه الحملة التي انتشرت إذن كتب الشيخ عبد الرحمن معزب حول الموضوع وقال كل وزير ومحافظ ونائب وسفير ووكيل ومسؤول من وزراء ومحافظي ونواب وسفراء ووكلاء ومسؤولي الشرعية يجب ولا بد وأن يظهروا في العمل ومواقع التواصل للتعبير عن أرائهم وعلى نية مواقفهم للشباب والمواطن والرأي العام الداخلي والخارجي لإضاحي حقيقة الخوثي للعالم من أجل أن يتحركوا مثل هذه مثل حركة وزراء ومسؤولية الخوثي أو ما يعرفوا إلا المرتبات والبذلات وعن الألغام الخوثية التي استهدفت البشرية التي استهدفت الأطفال استهدفت النساء قاتلت العشرات إحصائيات مهولة لعدد الألغام التي تمت دراعتها في الأراضي اليمنية المحررة وحتى الأراضي التي هي موجودة فيها الميليشيات خوفا من دحرها من قبل القوات المشتركة أو القوات الحكومية وأبناء القبائل فبالتالي عند دحرها وعند انسحابها من منطقة ماتة الجائلة تفخيخها بمختلف الأحجام والأصناف من ألغام حخذها إذن كتب طارق المريس حول الموضوع وقال قامت ميليشيات الخوث الإرهابية بزرع الملايين من الألغام في اليمن راح ضحيتها الآلاف من المدنيين نساء وأطفال الحوثيين ميليشيات إرهابية في ذات الموضوع أيضا كتب عبد الرحمن فدي الدكتور عبد الرحمن حيث كتب وعبر وقال هكذا تفجر جماعة الخوثي الإرهابية بيوت معارضيها وتشرد أسرهم وتخلق خالة إرهاب وهلع ورعب لدى الآخرين فلا يجرؤ أحد آخر على معارضتها بالفعل سياسة ميليشيات الخوثي في تفجير المنازل الخصومة لإضعافهم وأيضا لخوفا من ظهور صوت مناوئ آخر لها فبالتالي هي تلجأ عملية التفجير تفجير المنازل تفجير دور العبادة تفجير المؤسسات التعليمية وكذلك المؤسسات الحكومية والخدمية وحتى الخاصة هي أعمال ميليشاوية منذ الأزل يعني هي لم تكن وليدة اللحظة بل جاءت بعد ما مارس أجدادهم في حق اليمنيين ذات النهج وذات الأسروب في استهداف اليمنيين إذن طارق الخداد كان له رأي حول الموضوع حيث كتب وقال هكذا تفجر جماعة الحوثي الإرهابية بيوت معرضية وتشرد أسرهم وتخلق حالة إرهاب وهلع لدى الآخرين فلا يجرؤ أحد على معارضتها هنا رأي آخر مشاهدين الكرام لأبو كنعان الصالح الذي تحدث حول ينبغي أن تتوحد الصفوف وأن تتحد البنادق وأن توجه صوب الخوثي لا نكتفي فقط بإطلاق الخملات لا نكتفي فقط بإطلاق البنشورات وأيضا التغريدات بل ينبغي التحرك الجدي ينبغي على الحكومة قيادة الشرعية أن تعمل على إنهاء ما سمي باتفاق السويد الذي حال دون تحرير محافظة الخديدة من أبطال القوات المشتركة والتوجه صوب العاصمة صنعا لدحر آخر حوثي فيها أيضا ينبغي أن يكون الصدق موجود الوفاء موجود من قبل ما يسمى بالجيش الوطني من قبل قيادات الجيش الوطني في توحيد الصف الجمهوري والتوجه صوب جبهة القتال وتحريرها من ميليشيات الإرهاب أبو كنعان الصالح إذن كان له رأيو حيث كتب وقال الحوثي جمع إرهابية إجرامية عنصرية سلالية قتلت اليمنيين وشردتهم وعاثت في الأرض فسادة أرجوكم لن نوقف عبث الخوثي لا بالبندقية غير ذلك لا يجذي نفعا إن لم تكن البندقية رفيق القلم لن ينفعكم منشوراتكم لن يوقف إرهاب الخوثي وإجرامه وعنصريته وفساده وطغيانه إلا أمين العكيمي من جبهة الجوف وطارق صالح من جبهة الساحل وجواس من جبهة الجوف نعود إلى موضوع آخر وهو سلسلة التفجيرات التي تمارسها ميليشيات الحوثي بحق معارضيها وبحق خصومها وبحق حتى المواطنين اليمنيين العزل كتب ريان الفقيه وقال الحوثي يقتل الأطفال الحوثي يجند الأطفال الحوثي يحرمنا حتى التعليم الحوثي عدو الإنسانية الحوثي يقتحم البيوت الحوثي يفجر المنازل الحوثي يفجر دور القرآن الحوثي يسرق المعنويات الحوثي لص الحوثي جماعة إرهابية وهنا رأي آخر لياسر الطاهر الذي كتب كيف ستستقر اليمن في حال عدم وجود جماعتي الموت الكل خوثة وأخوان رضيوا بالأمريكان على حساب الزحيم ستلفظكم اليمن يا عملاء وبالانتقال مشاهدين الكرام إلى منصة التواصل الاجتماعيين أعرضوا لحضراتكم سلسلة من التغريدات التي كتبها الكثير والكثير من الناشطين والناشطات على صفحاتهم الكثير عبر يعني عن أن هذه الميليشيات هي ميليشيات إجرامية الكثير يعني تداولوا وتناقلوا إحصائيات مهولة للميليشيات التي مارست في حق اليمنيين شتى صنوف العذاب والتنكيل الأرقام مهولة لعدد القتلى لعدد الشهداء الذين سقطوا على يد هذه الميليشيات لعدد المعتقلين خلف قطبان وخلف سجون الميليشيات لعدد الذين اختطفتهم الميليشيات لعدد الذين سحلتهم الميليشيات لعدد الذين شردتهم الميليشيات لعدد الذين فجرت منازلهم الميليشيات يعني أرقام مهولة وأرقام صادمة جدا هنا تغريدة نتناولها لأحمد الذي كتب حول الأرقام وطرح إحصائية لما مارسته ميليشيات الخوثي بحق اليمنيين حيث كتب وقال لماذا نحن اليمنيون نصر على تصنيف الخوثي كإرهادي قتل أكثر من 16 ألف وأربعة وخمسين مدنية جرح ثمانية وعشرين ألف وأربعمائة وسبعة وعشرين مواطنة اختطف وعذب ثلاثة وعشرين ألف وثلاثمائة وواحد وخمسين يمني جند ثلاثين ألف طفل دمر ألفين وخمسمائة مدرسة دمر أكثر من تسعمائة منزل أكثر من خمسة عشر مليون مشرد قصرا إذن هي أرقام مهولة مشاهدنا الكرام افتعلها ومارسها الحوثي بحق اليمنيين يعني اليمنيون عاشوا مرحلة وثلاثة عقود من الزمن من الرخاء ومن الأمن والأمان لم يسبق أن تعرض يمني أو يمنية للاعتداء الهمجي لم يسبق أن تعرض يمني للاختطاف من على الشوارع وهي كانت دولة يعني من حق أي دولة أن تمارس صلاحياتها على مواطنيها لكن هذه الميليشيات لا تراعي حرمة لا تراعي قانونا لا تراعي عرفا ولا تراعي قبيلة الميليشيات تمارس يعني صنوف عذابها على المواطن اليمني انتقاما من المواطن اليمني انتقاما من أبناء القبيلة انتقاما من أبناء القبائل انتقاما من أبناء الشباب انتقاما من الأطفال من النساء من كبار السن من كل شيء الميليشيات تريد أن تحكم بالقوة باسم الله وباسم أنها مرسلة وبأنهم أحفاد رسول الله الرسول صلوات الله وسلامه عليه بعيد عنهم وعن تصرفاتهم وعن أفعالهم وعن ما يقومون به من جرائم الرهف كان لها رأيها حيث كتبت حول الموضوع أيضا وقال الحوثيون الإرهابيون يعتدون على الطالبات ومطاردتهن وإطلاق النار عليهن في ساحة المدرسة ومنعهن من التحليم تغريدة أخرى مشاهدين الكرام لعبد الله المنيف الذي تحدث حول تعصف مليشيات الحوثي لا والتي اعتقلته سابقا حيث كتب وقال كنت أحض حيا الإرهاب الحوثي لأكثر من عامين تعرفت خلالها لصنوف العذاب فقط لأني صحفي وكنت شاهدا على فضائع المليشيات العنصرية ووحشيتها ضد اليمنيين المختطفين والمخفيين قسرا لسنوات أما عادل اليفاعي فكتب تغريدة خول سحل وقتل المواطن اليمني من قبل المليشيات حيث كتب وقال القوثيون منهجهم بالتصفية الجماعية لكل من عارضهم عارض حكمهم بمنضقيتهم ليس لهم أمر ولا نهي ولا نهي يقتلون من يشاءون ينهبون من يريدون يسحلون من عارضهم هكذا المليشيات يجب المجتمع أن يجتمع عليهم لإنهائهم من على الأرض فنحن على القرن الواحد والعشرين وهم عائشون بالقرون الوسطى إذن الحملة لقت رواجا كبيرا مشاهدين الكرام من قبل المواطنين والكثير والكثير من الناشطين والناشطات على صفحاتهم في مواقع التواصل الاجتماعي هذا يؤكد بما لا يدعو مجالا للشك أن هذه المليشيات ممقوطة أن هذه المليشيات منبوذة من المجتمع اليمني فبالتالي عندما تأتي الفرصة وعندما تحين الفرصة للشعب اليمني فبالتالي سيعمل على إبداء رأيه سيعمل على الخروج على الخوثي سيعمل على الانقضاض على الخوثي وأيضا الانتقام منه يعني وصلت عدد التغريدات على موقع تويتر إلى أكثر من 200 ألف تغريدة مطالبة بتصنيف الخوثي جماعة إرهابية واتخاذ كامل الإجراءات في حقها عبد الكريم أيضا ضيف الله كان الهوراء حيث كتب وقال بدل الانتظار من الأمم المتحدة ومجلس الشيوخ والنواب الأمريكي والدول العربية وبقية الدول العالمي أجمع من أجل إصدار قرار تصنيف الخوثي جماعة إرهابية يجب علينا كيمنيين حكومة وشعب التحرك في جميع الاتجاهات وكافة الأصعداء ودعم القرار والمطالبة بسرعة تنفيذه أما يوسف عجلان فكان له رأي حيث كتب وقال أنا أحد الذين تعرضت للتعذيب والاختطاف والإخفاء القسري والاعتقال في سجون الحوثيين لعام وشهرين بدون أي ذنب ثم قامت بنفي وحرماني من العودة إلى منزلي وأسرتي ومدينة التي انتمي إليها لازلت أعاني نفسيا وجسديا مما تعرضت له خط اليوم والكثير من القصص مشاهدين الكرام التي نسمع عنها والتي نراها ونقرأ عنها في الكثير من مواقع التواصل الاجتماعي وحتى عبر وسائل الإعلام لمظلومين خرجوا من سجون ميليشيات الحوثي وعبروا عن هول ما يتعرضون وما تعرضوا له داخل سجون الحوثي من تعذيب وحشي في حقهم وهنا إحدى جرائم الحوثي الذي كتب عنها معتصم اليمني وقال لن تسقط جرائم ميليشيات الحوثي الإرهابية بالتقادم الطفل سرحان ناجي شبوان الصغر جريح من قبيلة الجدعان في الثانية من عمره تعرض لرصاصة قناص إرهابية عبد الرحمن الخاكم أيضا كتب وقال الميليشيات الإرهابية الحوثية زرعت مليون ونصف المليون لغا في المدن والقرى اليمنية وأيضا هنا حول الانتهاكات التي تعرض لها بعض الصحفيين كتبت عنهم أفنان وقالت هؤلاء الصحفيون الأربع زملائي عملنا سويا في قناة بلقيس قتلتهم جميعا ميليشيا الإرهابية الحوثية عبد الله قابل في العام 2015 محافظة الذمار محمد القدسي 2018 محافظة تعز عبد الله القادري 2018 البيضاء أديب الجناني 2020 عدن بالفعل البعض من هؤلاء الصحفيين الصحفيون اتخذتهم ميليشيات الحوثي متارسة وكذلك دروعا بشرية وأيضا عرضتهم لقصف الطيران مثلا عبد الله قابل في محافظة الذمار سبق وأن وضعته بعض من الزملاء والكثير من المواطنين الذين سبق وانا اعتقلتهم الميليشيات تعصفا من على الشوارع بزجهم في أحد سجونها المكشوفة سجون مكشوفة ويعني معروف أن تلكم المقرات هي أماكن لتجمع الحوثيين وليست حتى سجونا تتخذ منها الميليشيات لسجن مناوئيها فأتى الطيران فقصف ذلكم المكان وللأسف راح ضحية ذلك القصف العشرات من المدنيين الأبرياء والصحفيين منهم عبد الله قابل ويوسف العزري رحمة الله عليهما وعلى جميع الزملاء الذين سقطوا شهداء في هذا الوطن الغالي عبد الله محمد أبو الغيث أيضا غرد حول ارتكاب ميليشيات الحوثي للجرائم المتعددة منها قصف بشكل هستيري ومتواصل لمجمع أخوان ثابت الخدمي حيث كتب وقال من جرائم الخوثي في محافظة الخديدة قصف المصانع والمنشآت الخاصة أيضا قصف مصانع أخوان ثابت في الخديدة نختتم مشاهدنا الكرام بهذه التغريد الذي كتب لماذا الشعب اليمني غرد ولاقى الهاشتاغ الذي أطلق رواجا كبيرا خول هذا الموضوع ولماذا نحن اليمنيون نريد تصنيف الحوثي جماعة إرهابية واتخاذ ضدها الإجراءات القانونية من المجتمع الدولي ومن الدول العربية لاتحاد وكذلك لمواجهة هذه الميليشيات وأيضا من أبناء الشعب اليمني وتوحيد الصفوف وإعطاء الضوء الأخضر للرجال الآن المرابطة في معطخوم ومحافظة الخديدة البركاني غرد حول الموضوع وقال لماذا نحن اليمنيون نصر على تصنيف الحوثي كإرهابي زرع أكثر من مليون ونصف لوم استنزف الاقتصاد الوطني حرمنا من وطننا وأهلنا أكثر من عشرين صحفي مختلف ينفذ أجندة منظمات إرهابية خارجية يشجع على القتل والتشدد والإرهاب وصلنا مشاهدين الكرام مشاهداتنا الكريمات إلى ختام هذه الحلقة ليومنا هذا نلقاكم يوم غد في خير وعلى خير أنتم في رعاية الله إلى اللقاء اشتركوا في القناة